عايز بس أقف عنده نقطة مهمة قبل ما بروح لمباركة مصيرة جداً النهاردة أيضاً في الدوري الممتاز الزمالك أيوة عنده مشكلة في موضوع القيد أيوة عنده مشكلة ونقص عدد في القائمة بشكل عام ده موجود ده حقيقي يعني ده مش مبرر وخلاص عشان الخسارة ده موجود بس خلونا منطقيين وعمليين الزمالك عنده 11 اللاعب كانوا موجودين في الملعب النهاردة معظمهم دوليين عنده لعبين كانوا موجودين على الدكة النهاردة معظمهم دوليين عنده غايب النهاردة طريق حامد وشكبالة ومحمد عبد الشافي وثلاث لعبين كبار لما يرجعوا كمان يزودوا القائمة آه زي ما بيقولوا كده إيه المدرب بره ما عندهش تنوع كبير في العناصر بس عنده عناصر يعني ممكن يبقى عايز مثلاً مثلاً يعني يطبق طريقة معينة فما يلاقيش للطريقة دي عناصر متاحة بس عنده عناصر ممكن تطبق أكتر من طريقة أخرى فده شغل الموديل فني ده شغل فريرا المدرب اللي احنا مقتنعين كلنا أنه مدرب كبير ورائع وأنا ضد فكرة أبداً بسرعة الهدم في الراجل وأقول لسه ما كملش حبة فلسه هينظم الأمور ولسه الأمور هتتصلح معاه وأنا شخصياً أصلك في فريرا أنه مدرب كبير ويقدر يلم الدنيا فمش من المفترض أنه يحصل بسرعة انتقاض لفريرا بس النهاردة مباراة مش موفقة من فريرا وقائمة نادي الزمالك تتحمل اللاعب دلوقتي خاصة أن الزمالك مش موجود في بطولة أفراقيا خاصة أن الزمالك في الفترة حالياً بيلعب في الدوري بس فعندهم ساحة من اللاعبين اللي يقدر يخليهم يشتغلوا حسن من كده ولو بنتكلم النهاردة على 11 اللاعب من نادي الزمالك موجودين في أرض الملعب بالتغيرات قدام 11 اللاعب موجودين في نادي طلاعي الجيش بالتغيرات فعلى المستوى الأسماء واللعب الدولي والتاريخ فأكيد لعيبة نادي الزمالك لها أفضلية على لعيبة نادي طلاعي الجيش عشان دايماً بس الجملة أحياناً الجملة بتبقى أكل شهاية آه آه في مشكلة آه طبعاً أنت مدرب عندك أكتر من عنصر وعندك تنوع في القايمة بترتاح أكتر بس اللي موجودين في نادي الزمالك ما يخلوهمش يخسروا مباراتين على التوالي في الدولي قدام أمبي وقدام طلاعي الجيش مع كامل اللي احترام يعني